على الرغم من ارتفاع الأسعار والضيق الحالي لكثير منهم إلا أن الأسواق في مدن الضفة الغربية عجت بالمتسوقين فبينما مد الباعة في رام الله والعديد من مدن الضفة الغربية بضائعهم من الفاكهة والحلوى وكعك العيد أمام محلهم سعيا لإغراء المتسوقين فإن تجار الكدس فضلوا إنشاء بازار واسع في إحدى ساحات المدينة يجمع مختلف أنواع البضائع كي يسهلوا الأمر على المتسوقين الذين راحوا يبحثون عما يبهجوا قلوب أبنائهم في هذا العيد كما يقولون دي صغار ما عنده منه العيد عيد يعني الفرحة فرحة الزغير لازم يفرح بالعيد والله بعض مستلزمات العيد يعني هي عداية وتقاليد للشعب فيه إشي منها مهم وفيه إشي والله مش مهم وبظل الوضع السياسي والاقتصادي السيء أنا بقول فيه منها بعض الشغلات مش مهمة وفيما تزينت رامالله كالعديد من المدن الأخرى في الضفة الغربية بحبال الزينة المضاءة وهو تقليد سنوي لدى البلديات التي تقوم بذلك لتعطي المدن شكلا آخر من الجمال فإن فرق الكشافة خرجت في بعض المدن لتجوب شوارعها احتفالا بعيد الأضحى خاصة بعد غياب مثل هذه الاحتفالات خلال سنوات الجائحة كما يقول نائب رئيس بلدية رامالله صلاحانية أجواء الاحتفالية اللي بتنظم على مستوى محافظة رامالله والبيرة واللي كانت تمثل مسيرة كشفية انطلقت من مخيم الأمعري اللاجئين في مدينة البيرة استمرالا للبلد القديمة في مدينة رامالله كمان ركزنا على عنصر الزينة في مدينة رامالله بحيث أنه يشعر المواطن في مدينة رامالله أنه في أجواء مختلفة في أجواء عيد الأضحى المبارك كانت أجواء جميلة وحركت شوي بعد سنوات من الوباء كوفيد 19 وإذا كانت محاولات طرق باب الفرح قد نجحت في جوانب من عيد الأضحى إلا أن غلاء الأسعار وتحديدا أسعار الأضاحي عكر جانبا مهما في هذا العيد بعدما زاد الثمن الواحدة منها عن 700 دولار بعد أن كانت لا تتجاوز 500 دولار في سنة الماضية وهو ما جعل العديد ممن اعتادوا على تقديم الهدي في السنوات الماضية عاجزا عن ذلك هذه السنة أمر أرجعه تجار المواشي إلى أسباب عدة بالنسبة للسوق الحلال كثير أكثر من البن أدمين لكن ما في بيع ولا شرع لأنه العشي غالي والعلف غالي وهذا يعني بدأ قلت للأمانة هذا ما مر علينا في كل السنين حركة فيه هناك حركة للناس ولكن القدرة الشرائية لدى الناس ضعيفة جدا ولا تستطيع الناس شراء مواشي تتناسب مع دخولها المتواضع ضعف القدرة الشرائية مردها إلى ارتفاع نسب البطالة من جهة وعدم تمكن الحكومة الفلسطينية من صرف راتب كامل لموظفي الكطاع العام منذ ثمانية أشهر واكتفائها بصرف ثمانين في المئة من هذا الراتب بسبب ما تعيشه من ضائقة مالية نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية الشهرية من أموال الضرائب الفلسطينية وتوقف المساعدات الخارجية للخزينات العامة لمدئة ماجد سعيد رام الله